اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولكن نمس فهم باش مي قريب ذا رمضان اثن قريب ذا رمضان ان شاء الله نسأل الله ان يبلغنا رمضان انكم ملحران تمسال يشد دم غا رمضان قريب يلها اثن قابل ذا سمكتي سالاحكام الشرعية جعنان رمضان بعدد نغال ان شاء الله الموضوع الحيج انكمل شد يقول ان دي الحيج اكون اسمكتيغ باللي ذي درس ثلاثة وثلاثين ربعة وثلاثين نفذا نشرحد في مثال يشد دم غا رمضان صون كتاب الصيام يوثيد ابن عاشر سي البيت رقم ميتين وثناش الميد البيت رقم ميتين وثلاثين وآشرين اما كان دنيغ ميتين وثلاثين ذا سون يشم ذي الحيج سي ميتين وثناش هالميد ميتين وثلاثين اين شد الغارا الريم ont البيت ميتين وثناش الناد صيام شهري الرمضان واجب مسفهم مستفهمتها سنة ذا شوثنت أنواع الصيام مراجعة خفيفة لنت أربعة لصناف ذا غميدني وكان البيتك الشق الأول من البيت صيام صيام شهر رمضان وجب ندوقي قنص الصيام الواجب إذن إلا الصيام الواجب ألف إلا الصيام المحرم با إلا الصيام المكروه جيم إلا الصيام المندوب دال باختصار سأعود غيركم التفاصيل الصيام الواجب للناد صيام رمضان واجب الآيات كتب عليكم الصيام الآية 183 من صورة البقرة أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون الآية 185 فمن شهد منكم الشهر هذا ينذر أي أمور يزميرنا لكونا سنين كذلك الزمه أمس إيدنا داود يونه أصفره ويضه أزامه بل كذلك الزمه سعامين نذيف الذي يعيوه بل كذلك الزمه خمس شهر سبعة شهر لذلك الزمه خمس سنين وغير من سطيق داقي كان يعني رتشيوون ويلهارا بنادم أذي شو ديمانيس غير نذر أكل سيد يا ربي أثي يدعوه بلا مايلا يلتزم أي التزام بل كو سيزمره هذا إلى ذلك صيام الكفارات ند مثلا كفارة الخط القتل الخطأ لا سمح الله الآية ثنين وثسعين من سورة النساء إلا ومقان الصيام المحرم مثل صيام العيدين يعني يومي العيدين لعيتم شتوح لعيتم قرانت مثل صيام الحاج في أيام تشريق لأنها كما قلنا بأسراته السلام أيام أكل وشرب وذكر الله في أيام تشريق وين إلا ذي الحيج ذي أيام منا يعني أسع شرع أسي يوم الحج الأكبر أسني العيد ثم قرانت بعد أحداش ثناش ثلتاش وقيد أيام تشريق تجي كنسفهم كذلك صيام المرأة الحائض مثلا صاحبة عذر لا يجوز إلى آخر ند اللغة والثلاثة اللي هو الصيام المكروه مثلا يولذ يظم الأسن 29 يعني يوم الشك 29 شعبان مثلا خطر يتجي ذغن شرحي تيد الناد مثلا وين وصل أيام شوال بيوم بيوم الميوزم يعني أذي تشاس أذي فطرس العيد بعد أذي كان أذي ذو ستيام شوال ثابت في الفقه المالكي أنه صيام المكروه الإمام مالكي لكي لا يعتقد الناس وجوب هذه الأيام يلهاب ندم هذه السوسع أسلعي الغدي الحرم هذه الزوم لأيتها مشتوح أذكى أذكى أذي فطر أمن سمد الذي يغفر تغفر إلى أخير نوظلم إذن النا أولماء صيام إنفق إنفق بغير لذن باب بخام من غير إذن صاحب الدار يصد غير إنفق يتشايم نسي أصبح مخالفة للأدب مخالفة للذوق فهو صيام مكره ننادي الصيام المندوب أتصيد للنا للثنين للخميس كمو تصوزم الأيام الأيام البيض كمو السنة ينسي لثورة الله برك تصوزم ماشاء الله في اجتهاد وينتصوزم كذلك الصيام الشوال مندوب وينتصوزم الأيام والسنة مزولة العشرة الأوائل منذ الحجة الماضي وسط الساعة صيام يوم عرفت صيام أيام شعبان ونظراء الأعمال ترفع في كل سنة ترفع في شهر شعبان والنبي الصلاة والسلام يكون حملا وينتصوز الخذما وينتصوز 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 الحمد وفي اجتهاد الاثنين الاخميس الله يبارك ماشاء الله الند في الأيام المكروها يرتش وين الند باللي إفراد يوم الجمعان غيوم السبت قصيام وقيم مكروها إلا إذا وافق يوما آخر مثلا دس نعرف تنسع عشور يعني مكروها يونذ يوزهم الجمعة وحدث الجمعة وحدث نغس السبت وحدث إفراد يوم الجمعة بالصوم أو يوم السبت بالصوم ولكن إذا وافق يوم الجمعات يوما من الأيام المندوبة مثلا يغليدس الجمعة تعشور وظم ولما تظمت وحدث يجوز ولما تظمت وست ساعة نغس حداش خاطئ أي غر ما تظمت أو زم ما تظمت وحدث وست عشور فغليدس الجمعة من الأيام سبت يجوز ترفع الكراها لهذا السبب ما يلث غليد عرفات أسن تسعة من ذي الحجة يوم عرفات ونبياء صلى الله عليه وسلم يحتسبوا على الله بلايك يعفو أذي يعفو أسكوسي عدم أسكوسي دهدون ثقي بش كان نكسني الغبش الغموض قلان إذا مثالتك سي سي البيت مئتون ونسعتاش ألم مئتون وثثث وعشرين المصنف في هضرت في مكروهات الصيام ومندوبات ومندوباته مكروهات الصيام ومندوباته ناد المكروهات ناد المندوبات مثل تعجيل تعجيل الفطر ثقي مندوب تعجيل الفطر يعني أمذان محسوب أذي أذي يتش نغذي يفطر عند الغروب يرفع الأذان أفطر أكن صد الله أكبر ثقي من من المندوبات ونالنا ذا غيرت الشيوين ولقال بدما يجتهد أذي يتش نغذي يفطر قبل أذي سل المدن أذان المغرب ولقال يجتهد وكذلك لا يزال الناس بخير أكد يسأل الحديث وأين عنان تأخير الصحور ما عجل الفطر يسأل في المسلم الحديث إذا قتسحروا فإن في الصحر بركة إلى آخره تأخير الصحور ما شهل معنى يستأخير الصحور ثوار سمحته ميل لوقت الفجر مثلا له في الخمسة ونص الصباح في الندم إلى هذه أخر ألم هذا الخمسة الخمسة وخمسة الخمسة وعشرة عادي ميل لغا شكين كوزمي لكوز الصحر ذي الوقت الني وتسيلي مرتاح عادي هذا الصحر في الثلاثة المهمة في الباليس يبوي النيا الصحر فإن في الصحر بركة أكيد النبي عليه الصلاة والسلام ذي سي بركة الصحر أكيد نبي وشفح صلاة الله وسلام أمعنا ولقار ذا من هذا ما في فغل العقل هذا وخر ألم يدن الفجر إنسان هذا سوامان سي شلخ بدعوة أن ما زال ذي يعني لنه يخدم ناك الاجتهاد باطل اجتهاد فاسد العفد ولقار ذي العفد سلو مراقين الدين خط خطر صدقري ذن داما ذن من أولاد ذي الهلال إلا قاد يليس ذر نغان دار يروح للصحراء بش ديس ولي الولي الأمر ذي الشغليس إن داز كذا رمضان سعى كل الوسائل من خلال لجان مراقبة الأهل على المستوى الوطني لا تصوم حتى طروا الهلال أما كان دي النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فقدروا أول شهر وأكملوا الثلاثين يعني في حديث حوالي أكثر من عشر حديث في الموضوع إغديننا ميل الغيم وديفانار الهلال أسنكمل أسنف يعني ثلاثين بوسان أنشعفان أزكاني بيقين أنفذوا رمضان النقل سلبيت ميتين واربعة وعشرين ألمذ ميتين وتسعة وعشرين في كاس العنوان القضاء والكفارة في الصيام ثلاثين يكون هضر فلسنت ثلاثين أنكمل أشوالا من بعد نفتح المجال للحوار مقاصد الصيام أتصق الله منها المقاصد الصحية أغرب أغرب زوار أغرب زوار المقاصد الإيمانية في قذب لأنه تأتي زورا أصلا نظوم استجابة لأمر الله نظوم استجابة يعني نغسى وليا ربي سبحانه إدنان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من زوار الصحية الصحية إلى ألف وبا إلى الصحية الجسدية إلى النفسية أن الصحية الجسدية الحمد لله الساقي العول ما كن مالان انتزمر أما ذين سلمان أما شيء ذين سلمان أنت باللي رمضاني يلها ولمس من الثنية رمضان وقال نومي نارا توصين الرشد إيموضان لن إيموضان على حسب الهلاكات النسل باش أذفك الراحة أذفك ثالويث المعدة وتززينا وتثقل النار إلى آخر المعنى الصيام يسعى فوائد صحية ذي الفيذة النغن تزمر النظر إلى الجانب النفسي السيكولوجي كذلك من حفظ الصفر رمضان النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة ينس تزيد الآن بعد أنه سيدنا سلمان يخدم هذه الخطبة لأنه سينجرون شعفاً هذا الضرف رمضان بل الشهر الصبر في نهاية ثاني في سيتيس هذا يسينا مكيتحكم ذكس والحمد والحمد طيب إذن الجانب النفسي السيكولوجي مهم جداً جداً في النفس وهذا أمر عظيم وعظيم جداً لأنه مقاصد طربوية مقاصد طربوية أما كدني أين يشد رصفر أين يشد العطاء العطاء يعني والحمد لله الخير يلا معنى رمضان يلا أكثر يلا الخير الأمة السلام خير نشار ويس القضاء على ذيكس النبي عليه الصلاة والسلام الناد أمتي أمة المرحومة أمعنى الخير رمضان يزاد ينرنى سوالي مطاع من الرحمة ذيكفرذان إلى أخير تقيد ذين اللان ذي المجتمعات الإسلامية والحمد لله ذين إصفرح تدريب على العطاء على التصدق على فعل الخيرات شهر الخير إذن الجانب الطربوي مهم أمعنى 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 هذه الحديث النبي الصلاة والسلام أمعنى إن الميلايون محسوب يعني يتحكم يسور الفيار والزعفار والفقعار في هذا مهم يرتشون وإن كان ذين الزرام في كوالت سين بعض المخالفات محزينة التفضل وغذي الزامن يتسفق العقل وكذا وكذا لا حول ولا قوة لا بله مثل يتسفق العقل المجانب الطربوي مما أفهم عيشت أي أنت ولا ثط يبوث يقضى ثط والتبذير التبذير هذا الحرام أربينا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفرة سبحان الله الزاية الآية ثوز بالزاف لكن هذه الزرام لا يثم التبذير يتسلي يا رمضان ليس كذلك الغور قرح دين ولكن التبذير سوط السؤال لا يتسلي لا يتسلي لا يتسلي لا يتسلي سوط سوط فبالتالي فبالتالي إذن المفروض رمضان أغي درب أغي ربي أغي وله أغي يرشد هذا هو ثق ذا من مقاصده عنده مقاصد اجتماعية المجتمع أذملي لنذي الطراوي أحد الصلوات إلى آخره مقصد كبير جدا مقصد تعبودي إيماني أديوي مقصد اجتماعي أنا مرد لجوها معا للتعبودي نافلة نسعى صلاة الطراويح ولن صلاة الطراويح لنه كان دغم شي ذي رمضان كان إلا أنت إلا أن المجتهدون أنه خدمين قيام الليل طول العام نغ أكا كثيرا بسان ذي سقواز السقواز غزيف وسترح لقيام الليل لن يخدمين قيام الليل يوميا مكولي أدكر قبل الفجر أما ذركز ما سمطوث أدخذ من القيام وصلاة القيام صلاة الليل هي أفضل الصلوات بعد المكتوبات بعد المفروضات أنشتقي يسد ذي السنن في صلى الله عليه السلام ولش تظليث قيفا تظليث قيام الليل سوين فرضا ربي يعني خمسة ظل الفرائض مدن الفضل مقر الشامس علي ذي نيمي والهربي والنبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الليل ماين ما يل ما يل ونخدم القيام خلال سنة سو غزفا ذي رمضان الحمد لله إلا صلاة الطراويح صلاة النافلة ونخدم سينيا والإمام البخاري والإمام ابن ماجا والإمام مسلم وغيرهم الحديث قام رمضان إيمان واحتساب ما معنى إيمان واحتساب معنى سنية هذا يخدم قيام الليل هذا يوظم رمضان الإيمان سنية يصفان يوظمر ب وتصديق للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ورغبة في الثواب الموعود الثواب الموعود هذان غفر له ما تقدم من ذنبه أغسر رب إن شاء الله أنوظم رمضان الخير الربح يعني يوك ذنوب إن شاء الله أضروح وعد نبوي شريف ووعده حق لنت حديث كثيرة تجاوز بعضها صيام جنة حديث خرجه الإمام التبار في الأوسط إلى غير ذلك إلى حديث سلمان رضي الله عنه يند خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان كوني ما زالوني وضرس السين قرون شعبان بدن من وعذيكم أنكمل خيرا تمسالي شد رمضان قبل رمضان ذيني نحبس موضوع الحج أنكمل أكني ذنفك الوعد خاطب 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 بالمناسبة في آخر يوم من شعبان السين يعني إذن رمضان خاطب طويلة مما ورد فيها قال يا أيها الناس فقد أظلكم شهر عظيم مبارك يعني ذنفك الحرمة يرزد في الناو ذاكور عزيز ذاكور غلايا يبضي كوني بعد شو دينا شهر فيه ليلة خير من ألف شهر يفق ند الفضل بق رمضان من خلال يوني يفضل ربيك وفضل وياض إن يسفي شهر فيه ليلة يوني خير من ألف شهر اللي هي ليلة القدرية ليلة القدرية ذا انتظران يسد الأحاديث إذن نبي أصلا السلام التمسوها في العشر الأواخر من رمضان يتوليها باش نجتهد ذي العبادة التمسوها سوثرثت ضلفثت اجتهد ذي العبادة باش أتسليمس وقاذي حضر الليلة القدري وقاذي شهد وقاذي حضر الليلة القدري بعدين التمسوها مدام الفضليس خير من ألف شهر قسن العبادة أكثر من ثلاثة وثمانين سنة هي ثلاثة وثمانين سنة وربعة شهر يعني ما يوفقك ربي وين يوفق ربي هذه لسي الصائمين واذي لسي القائمين ليلة القدري أمكن يعبد ربي ثلاثة وثمانين سنة أكثر ثلاثة وثمانين سنة بل كمذان العماريس كامل أريد صوضر أنشتاك ذل انفستيسما ما نهضر ساللغاج ساللغة الاستثمار ذل انفستيسما ولا يثمث رحمة ربي أما السعد ثلاثة ونزرارة وثي وفق ونزرارة أين كنوزان ونزرارة مدام ونزرارة إلا قنق كنجتهد هثا سبحان الله إناد شهر فيه ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر إلى الحادث وايض أشهد إرحمك الله إناد التمسوها في الوطر يون الحادث التمسوها في العشر الأواخر من رمضان السندس عشر ستين جاروس ليلة القدر يجي الحادث وايض إناد في الوطر معنى ليلة واحد وعشرين ليلة ثلاثة وعشرين خمسة وعشرين سبعة وعشرين تسعة وعشرين صحيح نكون إذا عرف فيه النظر نصرح ليلة سبعة وعشرين ما كانش حارج ما كانش حارج إلا قا أنت فيه واس أذيقهم خدمن ديكس المناسبة أني الله يبارك تكرم حفظة القرآن يعني لانت المناسبات شدنغ المناسبة هذا التخصيص ليس على سبيل الإلزام وإن كان بعض الروايات ترجح أسني ولكن عند التحقيق لماذا من التميس في العش الأواخر من رمضان ويجب أن يظهر المعنى لكي نجتهد ويجب أن نرى ليلة واحد وعشرين في العش الأواخر من رمضان أما ذا بكث عشر سن قاروثة بلنا دماذي يجتهد يرنك ندنان العلماء يزمال الحال في الدين سيقوى صار وائل بلت قبل عشر سنين توسد سبعة وعشرين بلت قبل عشرين سنة توسد إظن تسعة وعشرين ثلاثة وعشرين قمسة وعشرين واحد وعشرين الله أعلم الله أعلم نكوني أنت كان أول دينان في عليه الصلاة والسلام نجي تاهيد في الطاعات والقربات وقيام الليل خاصة في هذا العشرة الأواخر إنسى الإجتهاد الحقيق قد يفضل سمزواره خطر دقا ثنفسي ثيكث وعار في كواستين كان مزال حالي في دار رمضان مزالها كناس كناك في ذا عدل كان خمس يام عدل كان عشر يام إذ مربد ماذ يغفل الذي يغفل ألا ماذا سنان مزال يومين العيذ ذاين المعنى يسأتصن الخير يسيروحا حسن النهاية من حسن البداية حسن الانتهاء من حسن الابتداء في ناد ميسع العزيمة سقوسم زواره يجتهد كناري الطف مي قيوض العشرة يام مي ثنقون أذيرنو زيادا الاجتهاد تلوة القرآن التسبيح الذكر الاستغفار إلى آخر الأعمال الصالحات إن بعد شو دينا تتمت الخطبة إن شهر جعل الله صيامه فاريضة يجعل ربي صيامينس للفاريضة طبعا وقيام ليله تطوع تطوع أم بعد المدينة وهو شهر الصبر ذاكور نصبر إفذرد جملة من القيم هي خطبة طويلة مهمة جدا يعني أمخي الصرحف أن في صدق الله يسلم سوى قورة الرمضان الصرحف يسمليح إفقن داكو الخارج إقسع بشيم ذانن أذي سعون العازيمة وذي سعون النية بشهد قابلنا قورة رمضان سالطاعات سالقربات إنه وهو شهر الصبر والصبر على الطاعة والصبر عن المعصي لأخيره وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة يسكمل الصبر لجريس الجنة وبعد ذلك شهر المواساة شهر المواساة المواساة لم يكن أدعونيه الليل لأنه مغفن جالي وجن يعني مصفري إذن ولم يكن أدعونيه ما يرضى ربي خاصة في رمضان إلى آخر الخطبة خطبة طويلة إنه النبي الصلاة والسلام في الحديث وعيد هذا صمم ولكن ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من لغو والرفث ذاكذ الامتحان يكمل الحديث حديث طويل فإن سبك أحد أو جاهل عليك إجهل يخنقار نكون يجهل إني صائم الحديث خرجوا الإماء بن حبان والإمام البيهاقي والإمام الحاكم في مستدركه أيضا حديث صحيح إيوالهاغن في عليه الصلاة والسلام الدقار مشي كانت صزمم في القوث ثمان وكذا ولكن حذرثين النظم إلسا إزمريون السي السي أذي هود لا جر إيدي بيس رمضان والله يثمث النار يوعار مليح يوعار مليح مليح والظرم يغفل يقدرون دي رمضان في لوفان ورعني خمدي السولغ تفغل العقل الجهل النية المحيرة طمو بلت نية ثزل نية الزكس يقدرون ورعني خمدي السولغ دين قريحا بشد نهضر في الله الزاية منهض فلسلام سلاي قريح أمعنا ذي الواجف أربين ذو ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين ذي السواق وكل علاقة أني يكو قدسيلي نكو فغل العقل ني الجهل ني وقذ يكو ذير ثن وذير ثن مليح خربت ماذا حرزق والرمضان يسادي وزوم هذا تصق ماذا تورا لكن الله يبضى رمضان هذا يبضى الغاك السير الله يبارك فظل رمضان القرآن يحرص بشا فيخثم على الأقل مرتين مرة فيخثم كذي الإمام ذي الطراويح في السنة فيخثم أثغر نغذس يسمح اسم لا يسال عذر أذس يسمح ما يزمر فيخثم فرذا ينذير نغذ طراويح نلقي منسا تهجود إلى آخر يجد هذا الإنسان وهذا من الثابت عند علمائنا في السلف من السلف الصالح أنه مد يوض رمضان خلقا الجو لاستقبال رمضان لذلك يأتي هذا الدرس لنا جميع النس أول الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إذن موضوع الأخلاق القيم الطربوية في قذكي الحرص على تمثلها وتحقيقها أمر مهم ومهم جدا ثلاغ أذكر ببعض أحكام الصيام بأذن زيور كان النية النية مثلا النية في أول يوم تجزئ الشهر كله تجزئ شهر واحد تجزئ النية الواحدة يكفي نفسه الرمضان ويجعل رمضان لكي يكون هذا فهذا تفضي يوظم الثنين سعى النية تطوع نافلة تسد الخميس لا ربعا هذا ينوي هذا يوظم الخميس يلا إنما يعمل بالنيات أمعنى شهر رمضان تجزئ النية الواحدة يخدم يوثن النية يكفي ما يلا يكون يخدم النية لا حرج زيادة كان في الخير ولكن يوثن النية تكفي زيد بعض الأحكام مثلا هذا ماذا سفساد رمضان هذا ماذا سفساد رمضان أدو أحكام بدون ترتيب يعني نظرتي كنت يعدين في المكروهات في المندوبات ماذا سعود نفس الكلام نذكر ربما نكرر بعض الأمور ولكن نحاول نأتي بالجديد مثلا كرمكم الله القي يون الحديث ما دين النبي صلى الله يسلم الحديث خرجه الإمام مالك في موطئه إن من استقاء وهو صائم فعليه القضاء و لقر نتسا أذي جفر يمن يسمى شدير كرمكم الله إيريران ما يكني فعليه القضاء لظرف ما لحالة ما استقاء الحديث يخرجه الإمام مالك في الموطئ ولكن في الأحاديث النظر نشو ذنان يعني أريغر مرا ميلان إذ قرد تخلص مما اجتمع في فمه من القي ماذ قرث كرمكم الله إيرراني سفغث نيد ذنو أريغر مرا عادي ملا ملا سميس يعرض يلسس بعد يراث ذنو غرم يون واس نمس فهم وثمس ستبغر أصدعي وذن يغلظ في ندم يسو عمان غي شل قوث ذو قصر رمضان هذا يكمل رمضان يمس يستمر في الإمس معنا بعد العيذ هذا مش تحص هذا يغرم يون واس هذا يغرم يون واس نناد إلى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغلظ يغلظ فقد أطعمه الله وسقاه ذا ربي كيش ذا ربي كيسون إيه ولكن الحديث هل يفيد عدم القضاء الجواب لا يك روايات الحديث وليش الحديث دي النان مث الظض يمث سويض نغ يمث تشيض وتغر مذار يوكل أحاديث استرق يجي فقد أطعم الله وسقاه نغ رفع الإثم مثل حديث رفع الأمة الخطأ والنسيا وما استكره عليه رفع الإثم ذلا ثم كانوا استعظر ذنوف ولكن هذه الأحاديث بجميع رواياته لا يفيد عدم القضاء وما يجب منطق ومع الحديث يجب في رمضان إذن هذه الحقيقة نعود إلى الأصل ومع تمسك أو ذي أمع أن رمضان يجب يو ويجب القضاء إذا قد تجب يجب 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 إذا كنت مؤكس أن يجب أن ويسوى 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 يسوى ويسوى 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 هذا يغرم عادي ولما يخدم النافلا هذا يحبس النافلا هذا يغرم ويسوى رمضان جديد ويسوى 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 صورة البقرة الآية 185 فعدة من أيام أخرى لأصحاب الأعذار هذا الشريخ ويسوى 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 فدية التأخير يعني إطعام مسكين أذين خطر أيغر أخر قضاءه لم يبادر إلى قضاء ما عليه من أيام وقد كانت ذمته مشغولة بتلك الأيام وازدادت أيغر مشغولة وقد كانت فدية للتأخير ثراث نظر أصحاب الأعذار بدينار بصوة البقرة الآية 184 وعالذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني أصحاب الأعذار الآية 184 مثلا الشيخ الكبير يعني مدني أمغار وين مقرن الزميرة الزميرة تنشود الثمانيين سنة أو تسعين سنة لأن هذا ساعة خمسة وتسعين ستسعين سنة ما زال ساعة الزمير 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 هذا رمضان وهذه السفغ الفدية يطعام يعني أقلها مئتين دينار يومياً أيغل دينار مئتين دينار مراعاة لظروف المعيشة للناس طيب إما إليه نور الزميرة مئتين دينار يعني الزمير كان عشر ألف عشر ألف ما يسفغ عشر ألف معناه يسفغ ثلتمية ألف ما يسفغ عشر ألف هذه سفغ ستمية ألف ما يروح يشتش يغليلاً يبويتين درغوه رسنا يكفي يعني كل نهار ما يروح على الرسطوران يسنيث الرسطوران السين كثان توليساق دي ثلاثين مسكين وفي الرسطوران السين مدين هذا سيحتف مدوساق الليل يعني 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 يسفغ ذذرهم المهم أن يسفغ الفيديا أما تمغار تمغار ما يسفغ ذلك كما يتضف فالألف سول كانت فنحن تضمن ثم فقد أصبح قرآن أصبح بعد ثمانيًا ثمانيًا ثم قضي على أفضل 50 سنوات يتضفغ وطن في فالصر سنوات ونحن لك وقاذقين وصفوظار والذي الفيدية في اللاس أيغر خطر يروحس يوكل عقليس يروحس العقليس روفع عنه التكليف لأن العقل مناط التكليف وللعلمة دينان استحبابا سوف في اللاس أثيووظ لاجر استحبابا على وجه الاستحباب ما تشي على وجه الوجوب ما تشي الواجب الخطر لا قالني يسي كلفة ربي يروحس ولا حول ولا قوة إلا بالله أغيجا ربي يقول أغيجا خطر في كوال عبدالتس نرى شوك سعا سوى ما يروحس ذيم كل شي يخص صنديث زمر يخص فازمرت في كتبه ربي ذي لما نع ذي الوجه في اللي نع أتنح رز ما يلوين من يروح إسلاقل لكن دي لذي القاعدة الفقهية إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب سلب الله ما وهب سلب الله من يروحس ربي سلب الله من يروحس سلب الله من يروحس الوجه من يروحس ولكن إلا عندما يروحس كامل إلا عندما أسل الفدية سلب الله من يروحس أدنو أسمحتي سلب الله من يروحس كيف كيف ذغ أتش رمضان خطرت الزمر ذغ ثام طوث ذاكتيني إن كان يجهد الزمر إلا ون دي تسير الغلاظ أتحس فيما نست الزمر ولكن فضور الجانين فضور أي لن ندق عبوضيس اللين ثلوين ستذيست فوظام أقول رمضان كامل بعد تقوم دعوة نس خاصة أجروا ذي قلم ذي فعبوضيس لذلك إلا قد خمم من ينسى وطبعا استشارة الطبيب لازم الطبيب ذا طبيبات ذو جاذ إذ الخبار ذي الزمر وسيد ربي ناد فاسأل به خبيرة ورس قسل ذا الإكسبير أنو ذا الزمر ذا طبيبات ذا طبيبات ذن ذا طبيب ذا طبعا العلماء ندك الأوصاف طبيب المسلم خطر الزمر ويظن يظن وإنه لا رمضان الأول وإنه يتسريح كان خاطئ ذا طبيبات ذا طبيبات ذا طبيبات ذا طبيبات رمضان ويسا ثم وثنين نساء نبلي وتصو زمار ثكوالي ونستجرب نساء مرحي نساء المجرب ستجرب نساء إيوالاموري الزمر أذي عرض ذي الزمر مثل الثل عشر للحداش يفشل ويظن زوج ثلاثة يفشل ذاين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أكدنا ربي ذي صورة البقرة الأيام ميت المستوثمانين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويناد صورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج الآية ثمانية وسبعين يناد في صورة النساء الآية ثمانية وعشرين يريد الله أن يخفف عنكم ربي يفغى هذه السيخفف في اللون أمشي تسيختم اللاية وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا العبد الضعيف يناد في صورة البقرة ذي آيات الصيام الآية 185 يناد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أي غرض الغراء كلها يثقي الأحاديث يسر ولا تعسر ويسر ولا تعسر لبقى صلى الله يا ربين أمرين إلا اختر أي سارهما ما لم يكن إثما أما هذه آية ما هذه الأحاديث السوال تكون غلي سر غلي سر الأمة المرضعة سعيشة عبط يماس ذا مرض يسر دونيث رعاية لحقه في الرضاعة بش ذي تضر يماس فبتاتيك ذا رخصا نظا في قد كمانت الغر الغر شرعيث هذا نظر كل شي تندخل أما ذا نعنى فزمر ثم ذا نعنى إزرف البمذان حقوق الإنسان ما ذا نعنى كل شي بش كانوا سيليانا بد مذيخ ممنس ذي الطيق هذا ذي كالف ممنس أكثر بين أوريز مير لا ذا شن ظن السفر 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 هو العذر الشرعي الذي يسمح بالقصر بقصر الصلوات طهر العصر المغرب العيشة المغرب العيشة توجمعا تلعيش بالقصر ركعتين طهر العصر جمعة تقديمة جمعة قصر كيف جمعة تقديمة جمعة تأخير جمعا وقصرا ركعتين ركعتين يقول شرعيث و يقول رمضان العبدالي لنسفر و لنسفر طيارة ماشي كان هناك صفر صفلا زيلة سفلا بلغم خاطئ الصفر اسمي الصفر الصفر هو العلة الشرعية لإباحة الفطر والعلة القابلة للقياس وهي كما قال العلماء في تعريفها هي الوصف الظاهر المنظبط المناسب متعدي يسعيكو الأوصف والقابل للقياس اللي هي العلة السفر هذا ما يليون أراد أن يأخذ بالعزيمة ذا مسافر مسافة مسافة القصر ولكون استيارة إذا غذيوزوا ما غذيوزوا لن يمذانا صرحون غل عمراء ذي رمضان أتفضل لن وقذي شان سعن الحق لن وقذي الزامن ذا سعن الحق أخذ بالرخصة ويضا أخذ بالعزيمة وفي كل خير الأمور التي لا تفتر لم يكن دوننا خروج القي لا يفقد كانت أخيرا حشاكم حشا قدركم ما إلا غلبة الذباب يعني الحاشرة غيزان على شخص أخبرني بفريذ وكذي أخذ منها كذلك جورا أورن السيرث وكذلك أخذ منها جيبس يعني ما صوتنا وكذي خدمني السمس فكذلك لا أنه كذلك وكذي خدمنا إلا ندف الحجامة ولي خدمنا الحجامة أما أدوين سيخذمين أما أدوينهم سيخذم في سيجناثين ونوثين سيجناث أكا لا تفتر ما السيروم خاطئ بشأن السيروم خاطئ خطر السيروم مغذي ودقيق في المسألة السيروم مغذي ستفضيه دموضي نزماذيش أسخ من السيروم هيدو الله يبارك الجهد فبالتالي سيروم مغذي الحقنة ودقيق عادي تتخذم الزيت تتخذم كذا تتخذم كل التفتر يقيم دوغذيتها يخدم مثلا اسم سيلي قوتني أماسك مزوغة أماسك ونزار ما مباشرة تفتر يحرص ما يدخل منه يذكر ما يذكر هذا الحراج عليه ما إلا أراد أن يأخذ بالعزيمة خاصة ما إليه ونواسن غيومين أثني غرم من باب الأحواطيات أحواط له ولكن مثشمرة في الحق لا تفتر والله أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله أنا شوى المجال ونسعن سؤال